طيب ننتقل مثلا وطبعا هذه يعني وصية أنا وصيها نفسي ووصيها غيري قبل أن تطرق باب الناس لسداد دين لطلب وظيفة لأي أمر حتى لأمر صحي حتى للأولاد الإنجاب قبل أن تطرق باب الناس ترق باب الله سبحانه وتعالى لأن الله إن فتح لك الأبواب ماذا تريد بعد ذلك إن فتح لك الأبواب ساق لك الدنيا ومن فيها من رقبتها ليسخر كل ليسخر من خلقه من يشاء ليحقق لك وينجز لك مراداتك فإذا قبل أن نتقدم إلى وظيفة أو نطلب حاجة أو شيء نصل لركعتين ونذكر الذكر المناسب لذلك الشيء الذي نريده ونستمر على ذلك أسبوعا قبل أن نتحرك مثلا أو أسبوعين ثم نتحرك في المسار الذي نريده سنجد معية الله سبحانه وتعالى تحيط بنا وتتقدمنا وتفتح لنا الأبواب بالنسبة للمرض عموما أذكر قبل سنوات يعني مرأة تسأل عندها تكيوسات في الرحم أو في المبايض أو في شيء من هذا القبيل مهم تكيوسات وعندها أمور أخرى أعطيتها ذكر لا إله إلا الله قلت لا يذكري هذا لا إله إلا الله أكثري منه أردديه طيب ألف ألفين ثلاثة خمسمائة لا بأس لكن ثبتي عليه كل يوم ما مر أسبوع عليها إلا وقد ذهب كل ما فيها بعد الفحص الطبي الفحص الطبي ذهب كل ما فيها طيب هذا ما الذي أذهبه من الذي أذهبه هذه ما احتاجت إلى جراحة ولا احتاجت إلى دواء وإنما فتح الله سبحانه وتعالى لها أبواب الشفاء والله هو الشافي وهو الكافي وهو المعافي هكذا بالنسبة للوسواس كثير من الناس يعني يصيبهم الوسواس ويصيبهم الهم فهنا قل لهم أكثر من ذكر لا إله إلا الله أن تذكر الله سبحانه وتعالى ربع ساعة قبل النوم أو عشرين دقيقة تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو تقف عند الألف لا إله إلا الله ثم بعد كل صلاة يمكنك أن تضع يدك اليمنى على قلبك وتقول ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت لوهاب تسعة عشر مرة وكذلك الوسواس يقلب الهم ويقلب الضيق ويقلب الكدر فيحتاج الإنسان إلى أن يشرح صدره طيب فيقرأ سورة الشرح سبعا مثلا بعد كل صلاة أو عشرين بعد الفقر وقبل النوم كذلك قد يشعر بشيء من الخوف والقلق والاضطراب فيحتاج ما يثبته يقرأ آيات التثبيت طيب مثلا وقال الذين كفروا لو لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل طيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة أو يقرأ سورة قريش لأن فيها أمن من الخوف وآمنهم من خوف في آخرها أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يقرأها عشر مرات إحد عشر مرة خمسة عشر مرة مرة وهكذا سيجدوا خيرا إذن الإنسان يستطيع أن يتصل بالله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء في المنشط والمكرى في الشدة وفي الراحة والطمانية والسعادة في كل وقت وهذه نعمة عظيمة أن يدل الله سبحانه وتعالى العبد على طريقة الاتصال بالخالق